هل هؤلاء المجلس الأمن الدولي بالإجماع لبعثة أوناما في أفغانستان لعام آخر بينما تستعد القوات الأمريكية للانسحاب من هذه الدولة في نهاية العام الحالي وبذلك تنهي أحد عشر عاما من الاحتلال مبقية على قواعد عسكرية في البلاد أفغانستان تواجه بعد رحيل القوات الأجنبية امتحانين متلازمين هما الأمن والمصالحة كبرى التنظيمات التي ما تزال تكثف هجماتها الحربية هي حركة طالبان التي تعمل واشنطن على الحوار معها كمخرج مشرف لقواتها الجانب الروسي تحفظ على هذه المعالجة مناطق واسع من العالم تعاني تصدير المخدرات والإرهاب من أفغانستان لذلك فإن أطراف عملية اسطنبول التي تضم 13 دولة بينها إيران والسعودية ستعقد اجتماعا وزاريا في ألماتي في كازاخستان الشهر المقبل لبحث المخاطر التي تتهددها في المرحلة المقبلة نتائج الفشل الأمريكي في أفغانستان لن تقتصر على المنطقة وحدها بل ستمتد لتشمل الدولا بعيدة كثيرا دول تعاني من المخدرات والجرائم المنظمة والإرهاب نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين